هنروح مع بعض الاستعراض ما حدث بالأمس فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الأولى في 14 محافظة واللي انتهت في التاسعة من مساء أمس نشوف التقرير ونعود إليكم مرة أخرى يوم جديد يشارك فيه المصريون في صنع مستقبل وطنهم واستكمال بناء مؤسساته هذه الطوابير التي استفضت أمام اللجان المتزينة بالأعلام وتصدح في جنباتها الأنشيد الوطنية تؤكد حرص المصريين على اختيار ممثليهم في البرلمان ليعبروا عن قضاياهم بصدق ويعملوا على تحقيق أحلامهم في صنع مستقبل مشرق لبلدهم فمنذ التاسعة صباحا بدأت عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تستمر على مدار يومين بأربع عشرة محافظة هي الجيزة الفيوم بنسويف المينيا أسيوت الوادي الجديد قناء الأقصر صوان البحر الأحمر الإسكندرية البحيرة ومطروح أما المحافظات الباقية تبدأ والانتخابات بها يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون ناخب مدعوون للتصويت في مرحلة الانتخابات النيابية الأولى التي تجري وسط إجراءات تأمينية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة تتضمن إجراء أمنيا واسعا في محيط اللجان مع اتخاذ التدبير الصحية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين الناخبين ويتنافس في انتخابات المرحلة التي انطلقت اليوم 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي وأربع قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة حيث يجري التصويت على مرشح القوائم في بطاقة منفصلة ويجري التصويت على مرشح النظام الفردي في بطاقة أخرى منفصلة الانتخابات التي تجري في المرحلة الحالية بعشرة ألاف ومائتين وأربعين لجنة فرعية لاختيار 285 نائبا في النظام الفردي والقوائم تخضع لإشراف قضائي داخل اللجان كافة كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من سبع منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وإفريقية إضافة إلى وفد من البرلمان العربي وتستمر عملية الاقتراع في يوميها حتى التساعة مساء ما لم تقر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا آخر بمد التصويت إذا لزم الأمر ويتنافس المرشحون في مجلس النواب على 568 مقعدا ينتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 140 دائرة انتخابية وعدد مماثل بالنظام القائمة المغلقة ويعين رئيس الجمهورية بحكم القانون 28 عضوا بنسبة 5% من الأعضاء ليبلغ إجمالي عدد المقاعد الإجمالية بالمجلس 596 مقعدا مع تخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة حسب ما ينص القانون سوزا مصطفى التلفزيون المصري